كما لفت رئيس السيسي إلى أهمية المشروع القومي للصوامع رغم مشكلة توافر الدولار وأكد سيد رئيس في هذا الإطار أن زيادة قيمة المنتج المحلي وزيادة الصدرات تمكن الدولة من تجاوز تحدي توفير الدولار كان عندنا تحدي الدولار ومازال كان عندنا تحدي الدولار ومازال قلت لهم لازم تعملوا وأنا بقول الكلام ده لي وللحكومة ولكل الناس المهتمية في نصر إذا كنتوا عايزين تتجاوزوا ومشكلتوا الدولار في مصر لازم تخلوا المنتج المحلي ضخم جدا عشان يغضي المطلب بتاع البلد ولو في فرصة أنك أنت تصدر بره تصدر بتكلم في أي حاجة بتكلم في أي انتاج زراعي صناعي كده